مشاهدين يا برحب بحضراتكم من جديد في تغطية خاصة هنتكلم فيها عن فيروس كورونا والمتحورات الخاصة بي منذ ظهور متحور دلتا وانتشاره الكبير وتسببه في زيادة عدد الإصابات اتولدت مخاوف وقلق عالمي من احتمالية ظهور سلالات جديدة أكتر خطورة من فيروس كورونا المستجد ومتحور دلتا خاصة انه من الطبيعي ووارد في العالم الفيروسات ان جميع انواع الفيروسات تغضع للتحور مع مرور الوقت زي ما حصل في سارس كوف تو اللي تسبب بكوفيد ناينتين او كوفيد تسعتاشر مخاوف خطورة متحورات فيروس كورونا بدأت من وقت ظهور متحور دلتا لأول مرة في ديسمبر عشرين عشرين واللي قدت لانتشار كبير جدا للفيروس حتى ان عدد الإصابات بمتحور دلتا اصبحت تمثل تسعة وتسعين ونصف المية من قاعدة بيانات العدوى في العالم وده بحسب منظمة الصحة العالمية واللي قالت كمان ان دلتا اصبح اقوى واشد عدوى واكثر منافسة للفيروسات الاخرى المنتشرة وتم رصده في اكتر من 185 دولة كمان مخاوف العلماء من متحورات جديدة لفيروس كورونا او دلتا ازدادت بعد ظهور متحور جديد من متحور دلتا اللي بيتواصل في ظهور سلالات جديدة من الفيروس او متحور دلتا بلس الفرعي في بريطانيا واللي برضو بيقول العلماء عفوا ان هذا الاخير اسرع انتشارا ما بين 10 و 15% الخبراء كمان قالوا ان هذه السلالات الجديدة مشابهة تقريبا لمتحور دلتا باستثناء بعض الفروق البسيطة على مستوى التفرعات ولهذا السبب فقد اطلق على هذه السلالات الفرعية احفاد دلتا وده دفع كتير من العلماء لتساؤل هل المتحورات الجديدة اكتر خطورة من التفسيرات المتدولة لهذا النوع من الاستقرار في التحور هو ان بايروس كورونا المستجد شهد تحورات متسرعة في البداية فظهر الفة وبعد كده دلتا ثم صار يتحور ببطء وربما يستمر هذا التحول الى ان تصبح العدوى لا يمكن ان تواجه عن طريق اللقاحات وده اللي توقعه باحث في علم المايكروبات السريرية بجامعة كامبرج وقال انه ما فيش مفر من ظهور متحور جديد بارس خلال السنتين اللي جايين وربما يكون منافس لمتحور دلتا الحالي واكد كمان انه بنسبة تصل لثمانين في المية من المتوقع الظهور متحورات اكتر شراسة من كورونا في المستقبل وده يعني ان الظهور لهذه المتحورات مجرد مسألة وقت طيب في رأي تاني بيشرح في الباحث في علم الجينات فرانسوبالو ان الفيروس سيشهد ما يعرف في وسط الباحثين بالانجراف او الانحراف الجيني ومعناه ان الفيروس يتطور بشكل تدريجي حتى يخادع الجهاز المناعي لدى الانسان ويستطيع ان يتسلل الى الجسم الباحث اضاف كمان انه في حالة الانفلونزا وفيروسات اخرى من عائلة فيروس كورونا يستغرق الامر عشر سنوات حتى تقوم العدوى بمراكمة او بمراكمة تغييرات كافية حتى تفلت من الاجسام المضادة في الدم فلا تتعرف عليها وتظهر او تظهر متحورات جديدة من الفيروس في الغالب عندما يكون مستوى مرتفع من الاصابة بالعدوى في بلد من البلدان لكن ربما تكون هناك متحورات جديدة تظهر بشكل مفاجئ ايضا وربما تتغير قواعد اللعبة من الاساس لانه بوسع هذه المتغيرات انها تؤدي الى اضعاف اللقاحات المتوفرة حاليا الى جانب زيادة انتشار كوفيد ناينتين بعدما تبعنا تفاصيل هذا التقرير اللي استعرضنا مع حضراتكم مشاهدين نرجع تاني ونأكد على اهمية الاجراءات الاحترازية والوقائية والتأكيد ده لنا جميعا اسبكم في رعاية الله وبشكركم على طيب المتابعة لهذه التغطية من تلفزيون اليوم السابع الى اللقاح